اشتركوا في القناة وعلى حسب افادة خطيب الممثل نلبيري اتى اليهم الممثل بوراك وهو غير واعي قائلا لهم انا حاليا تحت تأثير الكحول مضيفا بان ما يحدث الان ربما لن يتذكره لاحقا ومن ثم غادر طاولتهم ليعود لاحقا لهم موجها الستائم لاصدقائي نلبيري وغطيبها ومن ثم اختفى قليلا عنهم وعندما عاد لهم من جديد للمرة الثالثة حينها فورا نهضت الممثل نلبيري من الطاولة ليقوم بشكل مباشر الممثل بوراك بتوجيه الشتائم بلغة حادة جدا للممثل نلبيري وقام حينها خطيب نلبيري بتحذيره اللا يتمادى اكثر والممثل بوراك اراد ان يثير غضبه اكثر وقال له اضربني ولكن خطيب نلبيري لم يقم بذلك يذكر ان الممثل نلبيري قامت بإلغاء متابعتها للممثل بوراك من الانستجرام وكما ان الصديق المقرب للممثل نلبيري وهواء الممثل اوراسكي قام بإلغاء متابعته للممثل بوراك دينيز وايضا بدأت الممثل نلبيري بالاجراءات القانونية حيال ما قام به الممثل بوراك دينيز ومؤخرا وفي خلال هذه الايام قام الممثل بوراك دينيز بالاعتذار للعلن للممثل نلبيري شهينكايا زفاف الممثلة ديمة ازدمير ببلاش هذا هو العنوان البارز الذي تدولته الكثير من الصحف التركية ذلك ومن بعد قيام احد الصحف بتقديم المال لأحد المنظمين في الفندق الذي اقيم به الزفاف الممثلة ديمة ازهان بمقابل حصول على معلومات حول الزفاف ليكشف المنظم بان الفندق وافق على اقامة زفاف ديمة وازهان لكي يكون اعلانا كبير للفندق ولم يأخذوا منهم سوى سعر الخدمات التي قدمت للضيوف واجروا العاملين وبما انه لم يقوم بدفع اجر الصالة بحجة انها هدية مقدمة من الفندق للعرسان فكانت مدة حفل الزفاف قصيرة وليست طويلة لهذا السبب اندهش البعض بان الزفاف انتهى في غضون ثلاثة ساعات على عكس باقي افراح الممثلين التي كانت تمتد لساعات وساعات انفصال الثنائي هادسة ومحمد ومن بعد الزواج دام فقط لأربعة شهور قدمت هادسة طلب الطلاق من زوجها محمد دينتشالار اصابة الطفلة ماذي بالسرطان كشفت غامزة ارتشال شقيقة الممثلة هاندي ارتشال بانها من الاساس كانت لا ترغب ابدا بالكشف بان ابنتها ماذي اصيبت بالسرطان وكانت تخطط بان تخبر الجميع بذلك عندما تتم معافاة ماذي بالكامل وكانت تقول للجميع بانه مجرد مرض بسيط حتى لا يتأثر كبار السن من عائلتها بهذا الخبر ولكنه بشكل ما اصبح الجميع على دراية بهذا الخبر واوضحت غمزة بانه قبل اسبوعين بدأوا بالعلاج مع مابه الممثلة فرح زينب عبدالله تسيء لمعجبة عربية وفي مناقشة احد الصفحات العربية المهتمة بجديد المسلسلات التركية عبر الانستجرام ذلك ومن خلال سؤال صاحب الصفحة او صاحبة الصفحة لمتابعه عن الممثلة التي من الممكن ان تكون لائقة بدور البطولة مع الممثل ابراهيم تشيليكول في بطولة مسلسل العائلة هل هي الممثلة اوزجي اوزبرنشي ام فرح زينب عبدالله او سيريناي سيريكايا لتقوم فرح بالرد على ذلك المنشور موضحة بالخط العريض والدتك اي ان والدتك هي لائقة بالدور اكثر ومن بعد الهجوم الذي طلقته فرح كان تبريرها بانها سئمت دوما من تفضيل بطل المسلسل اولا ومن ثم يتم اختيار الممثلة التي تناسبه وكأن النساء عبارة عن بضاعة ولكن وحتى وان كان مقصدها ذلك فلا يوجد اي داعي بان تتحدث هكذا وتزعج صاحب او صاحبة الصفحة ومن العقل ان كان فعلا امر تفضيل شركات الانتاج على اختيار الابطال اولا والجعل الاولوية لهم ازعج الممثلة فرح فمن الافضل لها ان تتحدث عن الامر على منصة مسموعة واكبر من خلال مثلا احد المقابلات التلفزيونية او الصحفية لكي يصل صوتها للمنتجين الاتراك وهذا فعلا ما فعلته اغلب الممثلات بالماضي مثل الممثلة هاندي ارشال والشين سانجو والسيلين سويدار حيال انزعاجهن من عدم المساواة بين الجنسين في قطاع الدراما ملكة جمال تركيا لعام الفين واثنين وعشرين ومن بين المتأهلات للتصفية النهائية تم اختيار نورسينا ساي ملكة جمال تركيا لعام الفين واثنين وعشرين وبالطبع سوف تدخل مجال التمثيل في الاعوام المقبلة وسبق للممثلي الماس كونت التوضيح عن سبب ذهاب ملوك الجمال وعارضي الازياء في تركيا فورا الى مجال التمثيل لان قطاع منظمي الازياء في تركيا يفضل كثيرا اختيار عارضو الازياء الاجانب وليس الاتراك ولهذا يذهب مباشرة ملوك الجمال وعارضي الازياء الاتراك الى قطاع الدراما من جديد اختيار الممثل جان يمان وجه اعلاني في ايطاليا ومن جديد قامت شركة ديتشيكو الايطالية والمختصة بانتاج الباستا بتجديد عقدها مع الممثل جان يمان ليكون جزءا من الحملة الاعلانية الجديدة للشركة ويأتي ذلك من بعد زيادة مبيعات الشركة في المرة الاولى عندما كان جان وجها اعلانيا للشركة وهذه الصورة الحديثة التي نشرتها الممثلة مريم اوزرلي برفقة والديها وبناتها اول لقاء مع الممثلة يلدزت شاري بعد الزواج وفي اثناء تسوق الممثلة يلدزت شاري والتي تزوجت مؤخرا من الممثل بيرك اوكتاي قالت بانه تم تأجيل شهر العسل حيث انها هي وزوجها منشغلين وفي سؤال الصحافة عن الادعاءات التي قالتها زوجة الممثل بيرك اوكتاي السابقة بان بيرك هو خائن فلم تهتم ابدا الممثلة يلدز بما قاله الصحفي ولم تجيب على ذلك السؤال ممثل اخر يعتزل التمثيل وفي خلال الاوين الاخيرة اعلن الممثل هلوك اعتزاله للتمثيل وتحديدا لنوع معين من الدراما وسوف يشارك فقط في الاعمال التاريخية اما الان اعلن لممثل تولجهان توقعه بانه سوف يعتزل التمثيل وسوف يركز اكثر من بعد الان في قطاع الانتاج والاستثمار ولكن هذا القرار ما زال يفكر فيه فيما اذا كان سينفذه او لا ومؤخرا قامت الممثلة ميليسا اسليموك بحث جميع الصور التي تجمعها مع الممثل مصطفى مارت كوتش اي انه من المعروف ماذا حدث بانفصلوا بحثفوا صور بعض حركات الصغار والهبى المراهقين مصخرا